بجد حيالي كابتن شبيري وكل المشاهدين اون تايم سبورتس كل مكان سعيد الناهل نكون معي كابتن سايد عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي في البداية كابتن سايد برحب بحضرتك على شاشة اون تايم سبورتس نقطة مرضية ولا خسرت النقطتين زي ما سألت كابتن سامي لا طبعا خسرنا النقطتين يعني احنا عارفين كويسة او ان احنا هنلاع فرقة كويسة طبعا بتأكيد عندها عناصر كويسة وعندها فرق كويس اللعبة معها مش هيبقى سهلة يعني مطشقة و جدا يعني عارفين كويسة او ان هي مباراة كمان الفرصة ممكن تبقى الفرصة الواحدة او الجل واحد او ضربة الجزاء الواحدة لكن في النهاية يعني هي مباراة وانتهت يعني خطوة كانت بالنسبة لنا مهمة او ان احنا نسافر واحنا كسبانين يعني ما حققناش المكسب لكن الحمدلله على كل شيء كابتن سايد لو اكلمك النهاردة على المباراة وعن بعض التغييرات في التشكيل لكن حديث جمهور الاهلي عن والطب واليا الراجل ده ما عمدوث ثقاف نفسه ولا الراجل ده محتاج محتاج دعم جاي ان شاء الرحمن يعني خلي بالك برضو النقلة وانت بتلعب في الاهلي دي مش سهلة خالص محتاجة شخصية قوية جدا ومحتاجة تركيز عليعوي وهتتفتح يعني واحد انت جايب واحد انت عارف كويس او انه بيعرف يجيب جون وبيجيب جون افلم عشوية بلغته كورة وهتفتح يعني بتاكي بتحصل لأكبر النجوم في العالم يعني كورة الانفراد اللي هتحطت بالعرض دي 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 عدم سقب النفس والذي عشان يضمنها لا انا متهالي ان هو الراجل يعني فكر فكر ان هو يعني يضمنها مية في المية نتيجة اللقاء لو كانت مثلا متقدم ولا حاجة كان ممكن ان هو يحطها وحط حب ان هو يساعد الفرقة وان هو يضمنها بنسبة مية في المية صفر هيكون ان شاء الله يوم الجمعة لقطر المشاركة في كاسر عامل اندية عن القيمة بقى وعن الفرق رايحة بكامل القوام لكن هيكون في اتنين لعيب اخر القيم طبيعي انت عندك 23 لكن الامر مختلف شوية زكا محمد الامر مختلف شوية انت لك فرصة ان انت تغير بسبب منطقة يعني مع اللجنة المنظمة لحد قبل المطش بيوم يوم 30 دي فرصة اولى وبعدين لحد قبل المطش الاولين اللي هو يوم 4 بيوم يعني فعندنا فرصة لقد الله لو في حاجة وهنشوف محمد هاني دلوقتي اخبره ايه وزروفه ايه هنشوف الدنيا ماشي ازاي بكرا ان شاء الله رحمن هنبقى عندنا تمرين وعندنا بي سيار على هنعمله وعلى اصر ناتيكتو ان شاء الله رحمن بعديها على طول هنخش معسكر وهنطلع مع المعسكر على الصفر يوم وجمع بإذن الله 13-14 بإذن الله كوليس دخول احمد فتحي قط لبس النادي الاهلي بعد انتهاء المبرأة احمد كان جاي يشوف العضلة الخافية عنده برضو كمان يعني ودكتور احمد ابو عملة كشف عليه هل تم حديث النهاردة بين كابتن سيدة والجهاز مع رمضان صبحة والشريف اكرامي او اللعيب المضمى البرمن خلاص كل واحد فرقته بقى يعني كل واحد كل واحد في الجزء اللي خصه يعني خلاص احنا بنتكلم على النادي الاهلي وكل حاجات خاصة دي سودي يا كابتن سيد يعني بعيدا عن الكرة اللي هو حديث برضو العاشرة السنين برضو فانا بتكلم حليك على النقطة دي عاشرة السنين ايه انت بتكلم على مطش يعني بدايته نهايته خلاص خلاص بكل ما فيه بأحداثه بكل ما ترتب عنه يعني ما فيش حاجة جامعة يعني عشان يبقى في يعني ما فيش ندية مثلا ما فيش خصم ما فيش او قاسب ما فيش اللي هو يعني انت قاصل تعمل حاجة لا خلاص يعني دي كور كل واحد بيختار الحت اللي هو عايزه وكل اللي هو عايزها وكل واحد بينم على الجنب اللي بيرايحه زي ما بيقوله يعني لكن في النهاية النادي الاهلي هو شخصية النادي الاهلي يعني هو النادي الاهلي لا هيتأثر بوجودي ولا هيتأثر بغيابي النادي الاهلي هو هويته هي النادي الاهلي الكلام ده بقى على اي حد على اي حد من قديم الازل انت بتكلم على النادي يعني عمره 114 سنة يعني انت بتكلم على حد يعني شخصيته وقوته بيستمدها من اسمه وعراقه عايز روح لحتة بس يعني وطلب برضو لأنا قلت لكابتن جهات جريشة بعد الماضي بتروه هزعل منك قوي لو الكرة جول يعني أنا مش هزعل الحقيقة من كابتن طريق مجدي لكن هزعل من كابتن جهات جريشة يعني لو الكرة جول أنا شفتها معرفش هل هي فيها احتكاك ولا لأ يعني تباني إن هي عادية جدا مش أقول إنه متفرج على الدور الإنجليزي ولا الدور الإيطالي ولا أي دوري كرة فيها احتكاك ممكن يبقى طبيعي جدا 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 وخصوصا لو إلا لو أنا يعني نقصاني معلومة في التحكيم يعني الحاجة التانية هطلق من كابتن شنو بس حاجة في كرة محمد شريف يعني مش يعني نفسي نفسي يقول مين اللي لمسها ما يقولش مين اللي لمسها الأول يعني هو محمد شريف اللي لمسها كرة بتاعت بناء التي محمد شريف يعني ما يقولش مين اللي لمسها ما يقولش مين اللي لمسها هو يوقف الصورة بس قبل ما الاتنين يوصلوا للكورة هل هناك ضرب في أنكر رجل محمد شريف أم لا؟ بس نفسي طلب شوية من كابتن شناوي بعد إزنا كابتن شناوي يعني بعد إزنا كان وقف الصورة بس قبل ما الاثنين يوصلوا لكورة يعني أنا وإنت بنشترك في كورة بس إحنا الاثنين ممكن نبقى في المتناول ما تعرفش مين اللي هيزبق اللي لعبها خلاص واحد ضربوا بعديها لكن لو أنا ضربتك قبل ما نوصل لكورة أعطاك أن أتمنى بس أن كابتن شناوي يوقف الصورة قبل ما الاثنين يوصلوا فمحمد شريف أم لا مثلا أو بس أنا بقولك قبل ما الاثنين يوصلوا يشوف بس فيه ضرب ولا لأ بس سايب أشكرك وتروح وترجع بالسلام من قطر وتشرفه مصر زي ما دايما الندي أهلي بشرف مصر يعني صفحة وتقفلت زي ما قلت يعني واللي جاي إن شاء رحمة لي بقى حسن شكرا كابتن شوير ده كان اللي قانع مع كابتن سيد عبدالحفيز مدير الكورة بالندي الأهلي والكلمة تود إليك تفضل